يتفقد الأب محمد الجرفي لائحة المشتريات اللازمة لابنه من المقررات الدراسية للعام الجديد زيادة المرحوظة في الأسعار شملت كتبا دراسية عدة لسيما مقررات اللغة الفرنسية والإنجليزية أمر ينهك ميزانيات الأسر لكن لا مفر منه فأيام قليلة تفصل تلاميذ المغرب عن الالتحاق بالدراسة كل فديل الدخول المدراسي من مؤيدات ولوازم الدراسية واحد سما مصاحب للدخول المدراسي وهذا كيشكل واحد الإرهاق واحد الإكرار الاجتماعي كان ينضاف الأعباء الاجتماعية لعند الأسعار المغربية بسبب تولي المناسبات الاجتماعية والتزامات الأسرية الزيادات في أسعار بعض المقررات وصلت إلى دولارين وهو ما يرفضه بائع الكتب بدورهم ويرون أن سبب هذه الزيادة هي المدارس الخصوصية واستيراد الكتب هذه الزيادة التي كانت علاقة بالمؤسسة التعليم الخصوصي والمستوريد حيث المؤسسة التعليم الخصوصي هما التي يختاروا هذا المقرر وهما التي يعتمدوا وخصيه دروح تعلى التمند الكتاب لا يكون شغالي الزيادات سحبها كذلك إلغاء مبادرة مليون محفظة التي كانت تمكن الآباء من شراء كتب الدراسة بشكل مجاني ما دفع المعارضة للمطالبة باجتماع عاجل مع الحكومة لبحث المشكلة وحلها لكن بالنسبة للحكومة فالأمر محسوم فقد أقرت قبل انطلاق هذا العام الدراسي دعما جديدا لأسار التلاميذ يصل إلى 20 دولارا شهريا عن كل تلميذ كبدل عن مبادرة مليون محفظة بالنسبة للطفل في سن الترمدوس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 عام في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 دهم في 2027 أو بعمية دهم شهريا في 2026 الأعباء المادية على الأسر لا تتني العديد منها عن اختيار التعليم الخصوصي على حساب العمومي في المغرب بعدما تجاوز عدد التلاميذ في التعليم الخاص المليون رقم كبير يبرره الآباء بالبحث عن الجودة مصاريف عطلة الصيف تليها أعباء الدخول المدرسي أمران يدفعان أسرا مغربية عدة إلى متاهات الاقتراض نورديني ججانا الحرة الرباط